فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فنهى عن التبتل وأمر بالسحور ونهى عن مواصلة وقال فيما يعيب أهل الكتابين فتلك بقاياهم في الصوامة نعم قال سبحانه ومن ذلك أنه نهى عن الوصال في الصيام نعم وهو أن الإنسان يصوم الأيام ولا يفطر بينها يريد التقرب إلى الله بذلك هذا يشق على النفوس ويحملها ما لا تستطيع فلهذا شرع الله الإفطار عند غروب الشمس والسحور عند الفجر قال سبحانه وتعالى وحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم إلى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فلما أراد جماعة من أصحابه الوصال نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك رفقا بهم وسدا لهذا الباب نعم لألا يتطور فيما بعد فتترك الشريعة بهذه الطريقة الناس ما يستطيعون هذا الشيء فيقول هذا إلى ترك الشريعة فهذا من باب سد الذرايع ولما قالوا له إنك يا رسول الله تواصل قال إني لست كهيئتكم إنني أبيت عند ربي طعمني ويسقيني هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم أما نحن فلا نستطيع ما يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات والرسول له خواص ترجمة نانسي قنقر